بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته على حسب الطلب بزاف الناس حطوا لي تعليقات على الوصفات دي الحرمل إما ملقاوش الوصفة التي قلبوا عليها لأنها بزاف دي الوصفات دي الحرمل في القناة ولكن اليوم سنحط رقية شرعية على الحرمل لإزالة العين والحسد والتابعة تابعة والنحس التي تلوط الإنسان وتخليه بدون عمل أو بدون قبول أو بدون طاقة إيجابية دائما عنده طاقة سلبية ودائما أحبابي دائما هو في ركود ركود ما عندوش الحض دائما عندو مشاكل في العلاقات أو الناس اللي عندهم دائما القرين القرين اللي تزاد معاك أنه مسبب لك توقيف الحال أو عندك سحر تجديد أو العين المتراكمة أو العين اللي تدير لك عقد في المعيدة تدير العقد في الرأس تدير العقد مبيل كتفين تدير العقد في الصرة تدير العقد في الركب إذن كينا المرأة اللي ما تقدرش تزيد أو تخرج من البيت ديالها أو أنها تناول أنها تعمل أمور ديالها البيتية لأن عندها رجليات يضروها بالعين ما عندها سحر ولكن عندها عين قوية ذات لها في الأرجل بخصوصا في الركب إذن ناس كينين في زفل يزحفوا ما بقوش قاعد يزيدوا إذن غادي نصليوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن شاء الله أحبابي هذا البخور الطيب سيد الخلق الرسول سبحان الله يوصي بالحرمل الحرمل هو كل حبة موكلة بملك حتى التحرق عدا تنتهي المفعول دياله إذن الحرمل هو طاقة إيجابية طاقة تتزول العين والتابعة والحسد والعين القوية العين القوية تتولي تتدير مرض في الجسد تتدير تماريز تتدير توقيف الحال تتدير خمول تتدير بزافة الحويش إذن غادي تديروا هذه الوصفة دائما في الشهر العربي مدة أسبوع في الشهر العربي في الأول دياله الأسبوع الأول غادي تخدمي دائما هذه الوصفة إلا كان جرمدان تقدروا تديرها في رمضان إذن الحرمل تنبخروا به في رمضان مع الفجر مع غروب الشمش مع طلوع الشمش إذن في الصباح قبل ما تشرق الشمش ومن بعد إن شاء الله تبخروا به قبل ما يطيح دلام تتبخروا به إذن ما بين العصر والمغرب إن شاء الله بحول الله غادي تكون طاقة إيجابية غادي تخلوا لي تعليقات لأن بزاف الناس قبل ما يديروها غير في القراءة وفي تحريك الحرمل غادي بدوا يحسوا بأن العين راحة تزالت لأن طاقة إيجابية رقية شرعية على الحرمل وغادي إن شاء الله تحيدوا قاعد التوابع والعقد ولكن عاونونا بليلايك وعاونونا بطاقة إيجابية باش تحنا نعطوكم وصفات إن شاء الله ونعطوكم الإيجابي ونشاركوا معكم غير الإيجابي إذن ما تنساش ليلايك وحاول أنكم تدعموا القناة بارتجيوا هذي الفيديوهات باش يكون عندكم تنتماء أجر إن شاء الله أول حاجة غادي تأخذي الحرمل تمشي عند عطار وتجيب الحرمل هذي تأخذي الملحة الصخرية الملحة الصخرية أو الملحة الطعام غادي إن شاء الله نشريها أول شهر بحال دابع من يدخل شهر شعبان إن شاء الله غادي تأخذوا الحرمل خمس دراهم وتشريه وصفات الشياء ديال الملحة ديال إما تكون صخرية وإما تكون ملحة لي ما كليتيش منها الملحة ديال الطعام مهم تكون صاشية ما كليتيش منها إذن غادي نخلط غادي نخلط الملحة والحرمل وغادي نقرأ عليهم هذي القراءة وأنا سنقرأ وتنفت بعدما غادي إن شاء الله غادي نقرأ عليهم في الليل ومع الفجر إن شاء الله ندنبخر مدة أسبوع غادي نقهر العين التابعة الحسد التوابع الناس اللي عندهم مولادهم ما تيبغوش يتبخروا غادي تبخر الصور ديالهم الصور ديال الأولاد جمع الصور ديالهم كاملين وتشدهم في الدكليم نية وتبخرهم هاكا تبخرهم على المجمر أو المقلات المهم تنوريكم باش أنتو ما يكون عندكم فكرة على التبخير إلا ما كانوش أبنائك مجموعين ولا يكون ابنك غايب عليك أو يكون ابنك ما قادرش ينود في ذاك الوقت ديال الفجر حاولي أنك تبخري الصور نودة كيف هذا الحرمل صورة الناس سبع مرات صورة الإخلاص سبع مرات غادي نقرأ صورة الكافرون سبع مرات وغادي نقول بسم الله الله أكبر ربعين مرة بسم الله الله أكبر ربعين مرة وغادي نقرأ سلام قولا من رب رحيم لآية من آية الله في صورة ياسين من أقوى من أقوى الآيات لشفاء من المرض يكون عندك مريض في البيت تقرأ سلام قولا من رب رحيم تقرأها ثلثمية وثلاثة على هذا الشخص المريض بالنية تكون متقبلة إلى القبلة تقرأ صورة ياسين ولكن من توصل سلام قولا من رب رحيم تقرأها ثلثمية وثلاثة لتسخير الأمور كلها لعلاج المرض إنسان اللي مريض وعياء من المرض تتخفف عليه وسبحان الله كي اللي تشافى بها سبحان الله إذن حاولوا أنكم تديروها بحال اللي تدروا راسه بزاف بحال دائما فيه مغص في البطن دياله بحال دائما تشتكي يقدر يقرأها على ماء ويشربها إذن نقرأوا سلام قولا من رب رحيم ربعين مرة وغادي نتبخر إمتى غادي نتبخر غادي نتبخر مع الفجر الناس اللي عندهم عراقين في حياتهم عندهم مشاكل دلتابعة عندهم نحس عندهم العين عندهم عين قوية تدل لهم أمراض عندهم حسد شديد أو شخص معين يحسدهم درجة أنهم ولت عندهم عين حارة إذن غادي نتبخر مع طلوع الشمش مع الفجر إن شاء الله وغادي نبخر مع غروب الشمش إذن ما بين الصباح والفجر والصبح مع الفلاشية ما بين العصر والمغرب يبقى تقريبا 30 دقيقة على أدان المغرب تكون مبخرة ومثالية المهم تبخري ولو الأولاد ديالك ما يكونوش معاك تحاولي أنك تبخري البيت بالكامل ديري واحد المقلة ديري واحد المقلة وانتي تتبخري وتتقولي سلام وانتي تتقريقي على الآيات اللي قريتيهم على الحرمل بطريقة عشوائية مرة أو جوج أو ثلاثة المهم وانتي تتبخري اللهم اطرد عن أبنائي العين والحسد والتابعة ومدة أسبوع على هذا الشكل على هالتبخرة في بداية الشهور العربية مدة أسبوع بالكامل صباحا مساء صباحا مساء حتى تكملي أسبوع بالكامل سبحان الله ترضي شياطين الإنس والجن الناس اللي عندهم شياطين الإنس مقابلينهم عندهم طاقة السلبيا من شياطين الإنس يطين الجن عندكم توابع عندكم مشاكل في العلاقات عندكم مشاكل يستمعوا طاعة عندكم مشاكل ديال توقيف الحال حتى حاجة ما ستنجح معكم لأنها لأن كين سحر تجديد صالح للسحر تجديد عندكم طاقة ديال السحر يجدد نفسه لأنه موكل بوقت معين إذن غادي تدرو هاد الرقي الشرعية على الحرمل وغادي إن شاء الله بحول الله غادي تجيب معكم نتيجة بامتياز إن شاء الله ديروها على النية حاولوا الناس لعندهم أبناءهم بعاد يحاولوا يبخروا لهم الصور لأبناء بخري الصور الزوج تهو بخري إلا كان عندك نفور مبين الزوج سبحان الله لها طاقة إيجابية لها طاقة رحمانية حاولوا غير تدروها ومنتم عندكم يقين في القرآن الكريم مع عشوب ليوصى لها سيد الخلق إذن وصفة الحرمل كلهم ناجحين مئة في المئة وسبحان الله دائما تبعوهم الناس ولكن عندهم طاقة ربانية لأن الحرمل تيترتق والهم تيتفرق سبحان الله الحرمل تيحيد أي نفس خبيثة تخلات عندك البيت أو الجسد إذن أحبابي خلوا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس وتأمنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته